في هذا المكان الذي يقع غرب مدينة الدرنة بحوالي 40 كيلو متر كان يقع جسر يعرف بجسر وادي بولمهبول هذا الجسر يبلغ طوله أكثر من 120 متر كان يربط بين منطقة رأس الهلال ومنطقة سوسة ولكن في شهر 9 من العام الماضي عندما أتت السيول على مدينة الدرنة ومناطق الجبل الأخضر انهار هذا السد بالكامل ما تسبب في قطع الطريق ومنذ حوالي شهرين وقع صندوق إعادة إعمار مدينة الدرنة والمناطق المتضررة عقدا لإنشاء هذا الجسر مع شركة المقاورون العرب والتي صارعت بالبدء في إنشاء هذا الجسر الذي سيربط جزء من المنطقة الشرقية بالمنطقة الغربية لمنطقة رأس الهلال ومنطقة سوسة العمل يجري على قدم وساق في هذه المنطقة كل الأليات الكبيرة أتت إلى هذا المكان التابع لشركة المقاورون العرب لإنشاء الجسر رغم صعوبة المكان وصعوبة التضاريس إلا أن الشركة تحاول جاهدا إنشاء هذا المكان في أسرع وقت حتى يتم ربط هذا الطريق الحيوي البحري خصوصا أننا نحن مقبلين على فترة شهر الصيف الذي يكثر فيه عادة الزوار بهذه المناطق التي تحتبر مناطق سياحية مثل مناطق رأس الهلال والأثرون العمل يجري بشكل متسارع الآليات تقوم بحفر المناطق التي تضررت حتى يتم إنشاء القواعد الرئيسية لهذا الجسر مجددا لتلفزيون المصار أحمد الباح من منطقة وادي بالمهبول غرب مدينة دارنا ترجمة نانسي قنقر